السلام عليكم اليوم الخامس والعشرون من كانون الثاني 2022 عقد اجتماع مجلس الوزراء واستهل السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي هذا الاجتماع بتقديم التعازي لذوي الضحايا في الحادث الإرهابي في ديالة وهذا الحادث ألقى بظلاله علينا جميعا وكان مدعاة للنقاش والتفكير في المنظومة الأمنية في مجلس الوزراء هذا اليوم الإرهاب ما زال موجودا في بلدنا حتى بعد أن حررنا مدننا لكنه يختبئ هنا وهناك وسنلاحقه على الدوام في مخابئه هذه الحكومة مستمرة في عملها على هذا الملف ولدينا خطط في ذلك ومن هذه اليوم ناقشنا قرارا يتعلق في المنظومة الأمنية للحدود السورية بعد حادث آخر هرب فيه مجموعة من السجناء في سوريا وخضع هذا الموضوع إلى النقاش في مجلس الوزراء وما يمثل من مخاطر حقيقية على بلدنا في الحدود السورية هناك دائما في مجلس الوزراء وفي ظل هذه الحكومة مشاريع لتأمين هذه الحدود وقد صدرت قرارات عديدة تحاول أن تؤمن الحدود ببناء السياج الأمني واليوم وصلنا هذا النقاش واستمعنا إلى نائب قائد العمليات وقائد قوات الحدود استضيف في مجلس الوزراء وبيّن الموقف الأمني الذي نشهده حاليا على الحدود العراقية السورية وكان هناك قرار من مجلس الوزراء هو قرار يتعلق بمزيد من تأمين حدودنا فقد وافق مجلس الوزراء على تولي وزارة المالية تمويل وزارة الداخلية لتعزيز الأمن على الحدود وشروع بالمرحلة الثانية لبناء سياج أمني كونكريتي على الحدود السورية العراقية وذلك نظرا لما يجري في الساحة السورية من مخاطر عالية جراء هرب هؤلاء السجناء من الإرهابيين من داعش فإذا عولج هذا الموضوع هذا اليوم بهذا القرار وأعتقد أن المنظومة الأمنية على الحدود السورية أمنت بكثير من القرارات وبقيت هناك بعض الأماكن على الحدود تستدعي مثل هذه القرارات ومثل هذا التخصيص للمبالغ المالية لاستكمالها أيضا كان هناك قرار يتعلق بوزارة الثقافة دائرة السينما والمسرح بعد الضجة الافتراضية التي حدثت منذ الأمس فيما يتعلق بمسرح الرشيد اليوم قرر مجلس الوزراء بعد نقاش بين وزارة الثقافة ووزارة الإسكان والإعمار بنقل ملكية قطعة الأرض المشيد عليها مسرح الرشيد التي تعود ملكيتها لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات إلى وزارة الثقافة دائرة السينما والمسرح وبإطفاء المبلغ حقيقة هذا القرار هو قرار مهم بعد أن حدث يوم أمس أو منذ الأمس هذه الضجة الافتراضية والاحتجاج من الفنانين والمثقفين الذين فهموا أن مسرح الرشيد سيزال أو شيء من هذا القبيل هذا النوع الغيرة لدى الفنانين نحييها بالتأكيد على الفن العراقي وعلى المسرح العراقي لكن بمقابل ذلك لا نريد أن نهول الأمور في ليلة وضحها يمكن أن يزال مسرح عريق مثل مسرح الرشيد هذا أمر غير ممكن لكنه مواقع التواصل الاجتماعي بهذه الضجة الافتراضية أحيانا تقول أشياء غير حقيقية هذه الأشياء تعالج حقيقة ضمن نطاق المؤسسات الحكومية وقد شهدنا هذا اليوم معالجة والنقاش في مجلس الوزراء نقل ملكية الأرض المشيد عليها مسرح الرشيد إلى وزارة الثقافة وتحديدا إلى دائرة السينما والمسرح لكي ننتهي من هذه القصة مؤسسات الحكومة تتعاون بعضها مع بعض وتحل مثل هذه الإشكالات ودون أن تكون هناك عواقب تتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي وما يبث هنا وهناك من تهويلات وأحيانا حتى أكاذيب للأسف تعالجها أحيانا للقوانين في بلدان العالم لكننا للأسف لا نعالجها في واقعنا العراقي واليوم كان هناك توصية من السيد رئيس مجلس الوزراء للقضاء العراقي لتفعيل أو تشريع واشتراح قوانين تتعلق بما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي من انتهاكات أحيانا ليس فقط على المؤسسات الحكومية بل وعلى الأشخاص أيضا هذا موضوع مهم حل هذا اليوم والحمد لله أيضا كان هنا قرار يتعلق بوزارة الهجرة والمهجرين وهي استمرار هذه الوزارة بالعمل على قرار رقم 9 لـ 2021 وهو يلبي احتياجات العوائل النازحة والعوائل العائدة من النزوح وذلك تخفيفا للأعباء هذا القرار تحديدا يتعلق بتوفير مواد الإغاثة وأيضا المواد المنزلية وترميم المخيمات وسوى ذلك فيما يتعلق بالكهرباء كان هناك استضافة هذا اليوم لسيد وكيل الوزارة الأستاذ عاد الكريم ومعه جملة من خبراء وزارته من أولئك الذين عملوا على تقديم خطة كهرباء جديدة لبلدنا هذا الفريق في وزارة الكهرباء مشكورا عمل وعلى نحو حثيث لخمسة أشهر على تقديم هذه الخطة الجديدة التي تتعلق بمعالجة أزمة الكهرباء في العراق تعلمون هذه أزمة دائمة الوجود في حياتنا وتحاول هذه الحكومة بتوصية منذ الأيام الأولى لعملها بأن توضع خطة للكهرباء في العراق واستكملت هذه الخطة في وزارة الكهرباء اليوم حضر هذا الفريق وقدم باور بوينت استعراضا لمفاصل هذه الخطة وبيّنها للسادة الوزراء وصار هناك نقاش طويل حقيقة بصدد هذه الخطة من المعنيين تحديدا وفي نهاية النقاش هذا شعر المجلس أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر والنقاش والتفكير في هذه الخطة ولذلك طلب إلى الفريق نفسه فريق وزارة الكهرباء أن يقدم هذه الخطة مرة أخرى لمجلس الوزراء للنقاش وأن يتهيأ السادة الوزراء لهذا النقاش وإبداء الملاحظات وبذلك أرجع القرار بصدد تنفيذ هذه الخطة وإقرارها إلى جلسة أخرى هذا كل ما عندنا هذا اليوم وشكرا جزيلا